متابعة مستمرة لبطول الطولون بفرنسا الودية الدولية بمشاركة 12 منتخب منهم 3 منتخبات عربية منتخب المغرب ومنتخب السعودية ومنتخب قطر انتهت النهاردة مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى هقولك على نتائج مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الاولى والترتيب النهائي في المجموعة الاولى وايضا المتأهل الى نصف النهائي وصاحب المركز الثاني اللي هينتظر ترتيب المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة أيضا المنتخب القطري السلام عليكم ورحمة الله النهاردة كان بيتلعب مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى لكن أذكرك بمباريات الجولة الأولى فينزويلة كانت بتلعب كوستاريكا وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل واحد مقابل واحد ولكن كوستاريكا فازت بضربات الجزاء أربعة مقابل ثلاثة ما بين فرنسا والسعودية انتهت في الوقت الأصلي 2 مقابل 2 وفاز منتخب السعودية على فرنسا 6 مقابل 5 بضربات الجزاء رحنا للجولة التانية فنزويلة كانت بتلعب السعودية وللأسف فنزويلة فازت على السعودية 3 مقابل بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين أو المنتخبين في الوقت الأصلي 0 مقابل 0 المباراة التانية في الجولة التانية كانت ما بين فرنسا وكستاريكا فرنسا فازت على كستاريكا 3 مقابل 1 واليوم منذ قليل انتهت مباراة الجولة الثالثة كان عندنا مباراة ما بين السعودية وكستريكا وانتهت في الوقت الأصلي بالتعادل 0 مقابل 0 ومنتخب السعودية فاز بدربات الجزاء 3 مقابل 2 ومنتخب فرنسا اتعادل مع فنزويلا في الوقت الأصلي 1 مقابل 1 وفازت فرنسا في ضربات الجزاء 3 مقابل 2 ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة الأولى فرنسا في الصدارة السعودية في المركز الثاني فنزويلا في المركز الثالث وكستريكا في المركز الرابع ومن هنا يتأهل منتخب فرنسا الى نصف نهائي بطولة طولون عارفين ان النظام 3 مجموعات يتأهل اول كل مجموعة صاحب المركز الاول يعني في الثلاث مجموعات الى نصف النهائي مباشرة بالاضافة الى افضل منتخب واحد في المركز الثاني ومن هنا منتخب السعودية ينتظر ترتيب المجموعة الثانية وترتيب المجموعة الثالثة ممكن خالص او ممكن جدا يتأهل في المركز الثاني الى نصف النهائي وبالتالي فرنسا في المركز الاول الى نصف النهائي السعودية تنتظر في المركز الثاني يعني بعد ترتيب المجموعة الثانية والثالثة ممكن منتخب السعودية يتأهل الى نصف النهائي بالنسبة ليه المجموعة التانية اتلعب فيها ايضا جولتين قطر واستراليا وفاز منتخب قطر على استراليا بضربات الجزاء 4 مقابل 3 بعد التعادل في الوقت الاصل 0 مقابل 0 والمكسيك والبحر المتوسط فازت المكسيك 2 مقابل 1 في الوقت الاصلي وفي الجولة التانية استراليا فازت على البحر المتوسط 3 مقابل 2 والمكسيك فازت على قطر 4 مقابل 7 ترتيب المجموعة التانية المكسيك في الصدارة أستراليا في المركز الثاني قطر في المركز الثالث والبحر المتوسط في المركز الرابع موعد الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية يوم الاثنين 12 يونيو المكسيك ضد أستراليا ثلاثة مساء بتوقيت السعودية وقطر ضد البحر المتوسط ستة ونص مساء بتوقيت السعودية يبقى آخر مباراة للمنتخب القطري في دور المجموعات يوم الاثنين 12 يونيو الساعة ستة ونص قطر ضد البحر المتوسط بالنسبة للمجموعة الثالثة مجموعة المنتخب المغربي اتلعب فيها جولتين في المباراة الأولى اليابان فازت على المغرب اتنين واحد وساحل العاج فاز على بنما خمسة مقابل ثلاثة بالضربات الجزاء الترجحية بعد تعادل المنتخبين واحد واحد في الوقت الأصلي رحنا للجولة الثانية بنما فازت على اليابان اتنين مقابل لشي ومنتخب المغرب فاز على ساحل العاج واحد مقابل لشي ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة الجولة الثالثة بنما في الصدارة المغرب في المركز الثاني واليابان في المركز الثالث كوتوفور في المركز الأخير موعد الجولة الثالثة والأخيرة اليابان ضد صاحل العاج يوم السلساء الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية والمغرب ضد بنما الساعة 6.5 مساء بتوقيت السعودية إذن مباراة المنتخب المغربي الأخيرة في دور المجموعات هتكون ضد منتخب بنما يوم السلساء القادم الساعة 6.5 مساء بتوقيت مصر والسعودية يعني 4.5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر المنتخب المغربي والمنتخب القطري نتمنى لهم التوفيق في آخر مبارياتهم الآن تحدد بشكل كامل المجموعة الأولى فرنسا في الصدارة السعودية في المركز الثاني وينتظر ترتيب المجموعة الثانية والثالثة قطري إن شاء الله يفوز على منتخب البحر المتوسط وينافس على المركز الثاني مع المنتخب السعودي ومنتخب المغرب يحتاج إلى فوز على منتخب بنما ليتأهل إلى نصف النهاية لأنه سيتصدر المجموعة الثالثة اكتب لي رأيك في التعليقات ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته